صباح الفل صباح الفل على حبيبي وحبيب ماما نونة عملين ايه؟ يارب تكونوا بالف خير احنا النهاردة عندنا روتين جميل انا بصراحة شفت من على اليوتيوب حاجة جميلة حاجة تحفى حاجة لما هتشوفوها وتعملوها بجدة هتتبصوا بيها انا شفت على اليوتيوب حاجة غريبة لما تكون عندك حاجة استلس حاجة ألمونيا محروقة منك ولا حاجة تحب تنظفيها تنظفيها بايه؟ بصراحة ربنا لقتلكو اختراع في منتهى الجميل فانا دخلت وشفت قلت طب اجرب يعني معقولة الشئ ده هو اللي هيخلي مثلا حاجة محروقة استلس ولا كده ترجع لطبعتها بصراحة مكنتش مصدقة بس لما جربتها لقتها بجد 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 أبهرتني قلت لازم أبهركنتوا كمان بيها هتشوفوا ايه الموضوع وهتشوفوا الفيديو كامل عشان تعرفوا ايه الحاجة المحروقة الاستلس اللي ممكن ترجع تاني زي الاول يلا بينا نروح نشوف الفيديو ونشوف ممنونة بقى في المطبخ هتعمل ايه؟ اختراع بتسيب جد رهيب وهيبيركو زي ما بغرني بالظبط يلا بينا نشوف الفيديو كامل انا ما كنتش متخيلها ابدا بجد ابدا ابدا ان الفحماية دي مع شوية بيبسي تنظفلك احسن حاجة اي حاجة عندك استلس الامونيا اي حاجة انا عمري ما صدقت اني يعني عمري ما جبت حاجة منها على اليوتيوب بصراحة وتلعت حاجة كويسة انما انه وادي قلت لازم لازم بجد ان انا شبتها على اليوتيوب بجد استغرب قلت معقولة حتة الفحمية دي وشوية بيبسي ينظفوا اي حاجة محروقة ولا حاجة استلس عندك ولا حلة ولا اي حاجة لا عن تجربة وهوريكو هنعمل اي احنا مسكنا شوية حتة الفحمية طحناها جامد طحناها جامد ازاي هنحط عليها بقى حاجة سحرية كمان بيكمبودر طبعا المعلقة دي صغيرة جدا يعني حبة كده صغيرين بتاع معلقة بتاع الشاي هنحط الاختراك معلش انا اسفق كاربوناتو دي معلقة صغيرة كاربوناتو وهنحط بقى المكون السحر بتاعنا اللي هو ايه؟ شوية بيبسي شوية بيبسي كده بجد اختراع لا 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 ما قولكيش عليه لازم تجربيها لازم تجربيها وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحط مكون تاني هنحط ايه تاني شوية معلقة صبون اه 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 حبة صبون بتاع معلقة كده بس اللي ايخلو بصوا البرتمان ده بصوا البرات ده عامل ازاي بصوا البرات ده عامل ازاي بجد ده انا خليها بغلي فيه نعناع بغلي فيه نسون بغلي فيه الحاجات دي بصوا انا لما عملت بصراحة انا فجأت بدا يعني انا فجأت بالشكل ده قلت لازم النص ده بقى ده كده هعمله معيكم لازم اعمله معيكم هوريكم بقى ايه؟ بدي حت السلكة عاديا حت السلكة اهيه هاتي كده يا شاك حت السلكة اهيه هنجد بس الطبق كده وهنعدع كده بجد بجد انا مش قادر اقول لكم ايه ده؟ سحر يعني حاجة اه يعني من غير مجهود ومن غير حاجة ومن لأ يا جماعة انا مش قادر صغرات الصراحة يعني بجد يعني حتى لو كنت بقعد مثلا ادعب فيه واعمل فيه وكده لأ يعني لقيته بصراحة ربنا حاجة رهيبة مش معقولة يعني كده يعني بجد ما كانش بيطلع تحاول ان ما طلعوا او بحاجة ما بطلعش كده كده والثماري اللي فيه ابتدى يعني بيروح بجد مكون رهيب 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 يا ابني بجد يعني انا مش قادر اقول لكم الوصفة دي عجبتني قد ايه؟ لاني بصراحة كنت بخسله بالسلكة وانت منه هو استلس وانا بصراحة يعني مستخسرة ان انا ارميه يعني يعني كنت باغلي فيه نعناع اغلي فيه حاجة بجد لأ يعني الواحد مش بيدعت بكوة وكده لا 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 حاجة يعني بس هو كان محروق لو هتشوفوا كده هوا هو كان محروق مني على البتجاز انما المكون ده لا البيبسي ده خطير يعني او مال بيعمل في معدتنا ايه بقى يعني احنا هنغسل كده من جوه ناخد ايه شوية كده هنغسل قلبه كمان من جوه كده هنغسل قلبه كمان من جوه كده لأ حاجة يعني بصراحة حتى البتاع الصفية بتاعته هين بسيكان كده نحسينها ايه ده مالي الببسي ده بقى بيعمل في معدتنا ايه لما هو كده يعني بينظف كده لحاجة كده بسرعة طبعا هو اللي عامل فيه كده انه هو كانت حرق الببس بيكسر الرجل بيكسر الدراع يا ها والله عا رأيك يا ها ياها بيت يا اسمك ايه انتي اسمك ايه انتي اسمك ايه لا انا ما كنتش متخيلة ابدا كده بجد هنشتفو بعض مع بعضينا كده ونشوف النتيجة ايه لا بجد انا بجد انا مش متخايفلة ان هو ده كان محروف جامل يعني اه بصو بقى عامل ازاي لا هناك فارق طبعا كانش راضي يطلع خالص لقيم طبعا اما تحرق بقى وانا بريت اغسله عادي وكان بالسلكة كده وخلاص كانش راضي يندف كانش راضي لا يعني هو لو مش محروف بقى كان بقى استلت بتاعه بان لا اه بجد التجربة دي لازم كلكوا تجربوه بجد يعني اه انا ما كنتش بسادة اقول لا دي حاجات اه فاكسانة يعني مش معقولة يعني شوية بيت على صبون على فاحماية هيعمله كده لا اه يعني حتى القلب من جوه بص كده يا شادي كده هاتي كده القلب من جوه بتاع البرا بص القلب من جوه وعمل الزيت من فاحماية كده تجربة بجد بجد انا منباهرة ومش مصدقة بصوا المنظر بتاع البرا بجد انا مش مصدقة يلا كل واحدة بقى كده تقوم تجرب الموضوع دوت شوية بس على معلقة كربوناتو على معلقة صبون وفاحماية وفاحماية اهم حاجة الفاحماية وتعطوهم على بعض وتدعى الضحكة كويسة هتلاقوا البرات كده عشرة على عشرة يلا باي باي استودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة